السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام طبيعة الدرويش الموجودة في عزبة المكس التابعة لمدينة باريس في الوحاة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا تركب أي حاجة من السيد عيشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن الطبيعة بتاعتنا ليه عبارة عن حصن عسكري ودي متبقية من 6 طوابي يعني كان فيه غيرها 5 سنة للأسف تضمروا واتبنت في نهايات القرن 19 يعني أيام الخديوي توفيق والخديوي عباس حلم التاني هي موجودة على طريق الوحاة السودان يعني لو بصنا من هنا كده مش هنا على طول في وسط النخل ده ليمين ولا شمال في الاتجاه الجنوب احنا هنوصل للسودان من اسمها بقى اللي هي الدرويش انا لما اسمعت الكلمة دماغي راحت للدرويش بتوع القاهرة انه هم الدرويش اللي بيقعد في التكية اللي هو الزاهد او العابد او الناسك او الفقير اللي هو كان موجود في العصر المملوكي واسمه الصوفي اللي كان بيقعد في الخنقاة ولفظه صوفي ما زال موجود لغات النهاردة ومستخدم والصوفية والطرق الصوفية لكن هنا الدرويش مش معناه انه هو العابد ده معناه انه هو اللص لان في سنة 1893 في اغسطس يعني بعد ما الخديوي عباس حلم التاني حكم بسنة جي هنا مية وسبعين واحد من السودان الدرويش بتوع السودان اللي هم تابعين للخليفة عبد الله التعايوشي اللي هو خليفة المهدي حاكم السودان وجايين علشان يسيطروا على المكان ده بيدرسوا بقى المكان ويسيطروا على طريق الوحات وفي نفس الوقت انه هم كانوا بيسرقوا برضو بعض الحبوب والمحاصيل وانه هم يدوروا على قاعدة عسكرية لهم في المكان هنا حصل ايه بقى القصة بتقول ان المية وسبعين واحد دول القائد بتاحهم جي قابل واحد كان بيستطاد غزلان قال له وصمني اكلموا بقى خد منه معلومات من رجال الحكومة اللي هنا وبعدنا راح على باريس باريس اللي هي مدينة باريس اللي هي هنا جنبنا على بعد حوالي 20 كيلو مثلا او قلب رجال الحكومة المصرية كلهم كانوا هناك فقعد مع العمدة والمشايخ والاعيان والمأزون وقال لهم انتوا من اللحظة دي اسرة لعبد الله التعايوشي وخد منهم البيعة للمهدي حاكم السودان وخدهم اسرة معاه بعد ما قعد هنا يومين في القرية خد منهم بقى في اليومين دول يعني بيقولوا حوالي 11 حصان واربح امير وخمس خرفان دباحهم للجيش اللي معاه اللي هو القائد ده وخد منهم حوالي 20 ارداب بامح وطلع بيهم على السودان ولما وصلوا السودان فوق ام درامان الحكومة السودانية او المهدي عاملهم معاملة كويسة جدا وفضلوا لغاية سنة 1896 في اول يناير اللي تبقى منهم هو رجع على هنا تاني على الواحة لكن مات منهم في الوقت ده المأزون اللي هم خدوه معاه مات هناك في السودان وهم حدش كلموا يعني ومات طبيعي يعني لا تعذبوا ولا اي حاج لكن لو رجعنا او بعد كده الحركة دي فشلت خلاص يعني انتهت لو بصينا بقى عليها كحصن عسكري نبص هنا هنلاقي فيه صفين اهو موجودين من الفتحات الفتحات ده انا لما شفتها من برا انا فكرتها زي المزاغل اللي هي بتبقى واسعة من جوة وديقة من برا علشان الجند اللي بيقف فيها اللي بيقف فيها زي في القلعة كده موجودة في اسوار القاهرة الفاطمية وفي قلعة صلاح الدين الايوب بتلاقوا في الاسوار دايما المزغل اللي بيقف ورا الجندي علشان يضرب بالسهام لكن هنا احنا بنتكلم في 1893 والفترة دي ما كانش بقى فيه سهام لكان عندنا بنادق بس الغريبة اللي انا شفته جوة هنا شوفه هي ديقة من برا هو يعتبر يعني ومن جوة برضو ديقة يعني نفس المربع ده هتلاقوا جوة بس في كتر بقى الجدار اللي هو عمقه حوالي متر تقريبا يعني سمك الجدار ده متر اللي هي الفوهة بتاعة البندقية ده الغريب فيها للأسف احنا ما عارفناش نصور من جوة انا صورت من برا اهو علشان برضو الجماعة بتوع القصار ما يزعلوش مننا لان هي فيها ترميم ويعني ما حدش بيزور الاماكن دي كتير احنا عايزين بقى مع وزارة السياحة وبرضو بقول تاني ان المحافظ قطر خيره اللي هو الزملوت هو اللي استضافني وهو اللي طلب ان احنا نروج للاماكن دي والناس ان شاء الله تيجي تزورها ونشوفكم ان شاء الله في اثر جديد في محافظة جميلة جدا يعني فيها جميع انواع السياحة انا بقول لكم يعني هنا ان الواحد حتى مش بس السياحة الاسرية او ده فيه سياحة الاستشفاء انت هنا عينك بترتاح ودنك بترتاح انفك بيرتاح ما بتشمش اي زيرو تلوث في المحافظة دي دي محافظة الوادي الجديد ان انا كنت بس معانها كده واحنا في كتاب الدراسات في الابتداء يقول لك ايه اكبر محافظة في مصر ارباح واربعين في المهم في مساحة مصر واقل سكان ده حقيقي لذلك يا زيرو تلوث ما تنسوش تعملوا شير ونشوفكم ان شاء الله في اثر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته